فيلمنا بيبدأ مع ليندا اللي صهرانا في بيت صديقتها صارة وبيبقوا قدامهم صندوق فيه مقتنيات والدة صارة اللي ماتت قريب وبيلوفي الصندوق كاميرا صور فورية وهو نوع من الكاميرات اللي بتصور الصورة وبتتحمد في نفس اللحظة وبتخرج الصورة من الكاميرا وبتقرر صارة انها عايزة تتصور بيها وتبعثها لحبيبها عشان يبقى هو الوحيد اللي مع نسخة منها فبتصورها ليندا بالكاميرا ولحظت التصوير بيظهر ضل وبيختفي فورا ولان الوقت تأخر بتمشي ليندا وبترجع على بيتها وبعدها بتنزل صارة عشان تقفل باب بيتها وبتسمع صوت جاي من الكاميرا واول ما بتمسكها الصوت بيختفي وبتبص في الصورة بتلاقي خيال واقف وراها وفجأة نور بيقطع وبتحسها بحركة في البيت فبتطلع تنادي على ليندا لانها فاكرها بتعمل مقلب فيها وبتلاقي كرة صغيرة واقعة من المغزن اللي في السقف فبتطلع على السلم عشان تعرف مين اللي رماها وبيقع على السلم اللي طلعت عليه بدون سبب وبتلاقي شبح مخيف مسك ايدها فبترجع بظهرها وبتقع في الفتحة وقبل ما تلمس الارض بتتسحب لفوق وبتنزل مقتولة وبعدها بنروح على برد بنت في مدرسة سنوية بتحب التصوير جدا وبتحاول انها تصور زميليها معجبة بيه وبتكون شغالة في محل خردوات وتصليح اجهزة قديمة لانها بتحب المقتنائات القديمة وبيجي لها زميلها تايلر وبيقول لها انه لأها كاميرا قديمة بتتبع في المزاد وجبالها وبتبقى موسوطة جدا بيها لانها عارفة ان الكاميرا دي من السبعينات وما بقيتش تتصنع دلوقتي وبتلاقي محفورة على الكاميرا وروف الملك القديم بتاعها وبتجربها على تايلر عشان تشوفها تصور ولا لا وبيبقى اول صورة بتاخدها بالكاميرا لتايلر زميلها وبيحاول بعدها انه يتقرب من برد لكنها بتتجنبه وبتسيبه وبتمشي فبيجري وراها عشان يديها شمطة الكاميرا وبتبقى صورة سارة موجودة في الصندوق من غير ما برد تاخد بالها منها لكنه ما بيلحقهاش وبتتحرك برد على بيتها ومعها كاميرتها الجديدة وبتبقى عايزة تصور الكلب بتاعها لكن بيبانع عليه الخوف لحد ما بتيجي كيس صاحبة برد عشان تقنعها انها تيجي معها الحفلة التنكرية اللي هتتعمل بالليل وانها مجهزة لها لبس عشان تلبسه وهتيجي معها بالعافية وبتلبس برد لبس ذات الرداء الأحمر وبتروح على الحفلة ومعها الكاميرا بتاعتها وبيبقى تايلر في نفس الوقت بيقفل المحل عشان يمشي وبيلاقي مدير المحل سايبله صور عشان يشغالها على جهاز العرض ويشوفها شغالها ولا لا وبيجربها على الجهاز وبيلاقي ان في خيال موجود في كل الصور وبيفكر ان في حد واقفها رستائر اللي هو حطيتها واما بيرمي الستطارة على الأرض عشان يضرب اللي وراها ما بيلاقيش حد وبيفتكر ان العافي الجهاز نفسه لكن بتبدأ الستطارة تترفع في الهواء وبتهجم على تايلر وبتقتله وبتبقى برد وصلت الحفلة وبتحاول انها تتأقلم مع الموجودين وده عكس شخصيتها تماما وبيبقى صاحبة الحفلة متنكرة في سحيرة وبتطلب من برد انها تسحب بطاقة من بطاقة التاروت بتاعتها وبتسحب برد ورقة بتدل على الموت فبتقلق من حظها وبتبقى مش عارفة حد في الحفلة لحد ما بتلاقي واحد بقناع مخيف بصص لها وبيقرب منها وبيطلع كونر زميلها اللي هي معجبة بيه وبياخد بالهم من الكاميرا اللي في شنطتها فبتقولوا انها كاميرا قديمة وفريدة جدا وشايلها لانها بتحب التصوير وأثناء كلامها بيجي ديفن وحبيبته مينة وبيطلبوا من كونر انه يتصور معهم سيلفي فبتهرد عليهم برد انها تصورهم بالكاميرا بتاعتها وقبل ما تصورهم بتنضم لهم كيسها كمان وبيبقى اربع افراد في الصورة ولحظت تصوير بتشوف برد خالق سود واقف ورا كونر فبتستغرب وبتستنى تشوفه في الصورة اللي طالع من الكاميرا وبتبقى الصورة حيلة وما فياش حاجة وبتيجي افري صاحبة الحفلة وبتداقي انهم تصوروا من غيرها فبتاخد كاميرا برد وبتصور نفسها بيها وقبل ما تشوف صورتها بتسمع حد من الضيوف بينادلها لان البوليس طالب صاحبة البيت وبعدها بينادوا بردل ان البوليس بيدور عليها وبتروح معهم لمركز الشرطة وبيكون المأمور هو المكلف انه يبلغها بموت زميلها تايلر اللي شغال معاه في المحل ولو كانت تعرف اي حد بيكره تايلر او عنده عدوة معاه تبلغوا فورا وبتيجي والدتها عشان تاخد برد وهي بتعايد بسبب موت زميلها وبتفضل حزينة على موت وهي في قدتها وبتاخد بالها ان الخالي اللي كان في صورة تايلر اختفى واتنقل لصورة افري فبتفكر انها تتصل بيها عشان تطمن عليها لكن بتشوف ان الموضوع مش مستهل وبتنام وبتبقى افري في بيتها بتشيل كل حاجة خاصة بالحفلة وبتنزلها البدروم البيت بتحس بخطوات في بيتها فبتطلع تدور على اللي لسه موجود في بيتها مع ان الحفلة خلصت خلاص وبتكون حتى تمثالين عند الشباك في الضلمة لكن بتلاقيهم بقى 3 تماثيل وفجأة شبح مخيف بيجري ناحيتها وبتحاول انها تهرب منه لكن بتدخل في كشاف بيتها وبتقع على الارض وبيهجم عليها الشبح وبيقتلها وبتسحى برد تاني يوم عشان تروح مدرساتها فبتلاقي كيس اتصلت عليها عشان تبلغها بخبر موت افري انها وقت على سللم البدروم بتاع بيتها فبتجري برد على الصور وبتلاقي فعلا ان الخيال اختفى من صورة افري وتنقل للصورة الجامعية بتاعت صحابها وبقى واقف ورا كونر بتفهم ان الكاميرا هي السبب وما بتحاول تدمرها بيطلع منها الطاقة قوية بتوقع على الارض والكاميرا ما بتتقصرش وبتروح فورا على المدرسة وبتجمع صحابها عشان تحكي لهم اللي حصل وان الكاميرا هي اللي بتقتل اي حد بيتصور بها بالترتيب وان اول واحد مات هو تايلر وبعدها افري والدور على واحد فيهم المرة الجاية او كلهم في وقت واحد لكن محدش بيصدقها وبيتريق ديفن عليها انها مش معا كاميرا سحرية بتقتل اي حد تصور بيها وبياخد الصور منها عشان يحرقها واول ما النار بتوصل لدراع مينا في الصورة بيتحرق دراعها في الحقيقة وما بيقدروش يطفوها الا بعد ما يطفوا الصورة الاول وبترجع الصورة لطبعتها من تاني وبيتم نقل مينا فورا للمستشفى عشان تتعالج من الحرق اللي في دراعها وبيعودوا كلهم عشان يفهموا ازاي بقت حياتهم مرتبطة بصورة وبتقول لهم بيرد ان تايلر قبل موته وكان جايب لها الكاميرا هدية من موقع بيع وكان معاها شنطة وبس فبيسألوها على مكان الشنطة يمكن يكون فيها حاجة سعيدهم فبتلجأ انها تروح لمحل المقتنات اللي تايلر تقتل فيه عشان تدور على الشنطة وبتدخل لوحدها وبتقدر توصل للشنطة بتاعت الكاميرا وبتحس بحركة حواليها فبتهرب للمكان اللي دخلت منه لكن بتقع على الارض وبتلاقي ان الخال بيقرب منها لكنه بيتأثر بالحرارة اللي خارجها من الدفاية وبتاخد بيرد بالها من اللي بيحصل له وبتكمل هروب من المكان وأثناء خروجها والشال ملفوف على رقابتها بيشبك في مسمور فبتقلعه وبتجري على كونر وبيتحركه بعربيته وبتستغرب ليه الشبح ده بيطردها فبيقول لها كونر انها للأسف ظهر معهم في نفس الصورة والسبب ان ايكاس صورة في الشباك اللي كان وراهم وانها متعرضة لنفس الخطر اللي هم متعرضين له وبتتصل فوراً بديفن عشان تبلغه باللي حصل وبيكون سياب الموبايل بتاعه في قدة مينة فبترد عليها وبتبلغها بيرد باللي شافته وانهم ما يبقوش لوحدهم ابداً واول ما بتقفل مينة التليفون بيظهر الشبح قدامها وبيقتلها وبيرجع ديفن من تاني عشان يتطمن عليها وبيلاقيها مشنوع قدامه ويبانوا انه انت حور وبتبقى بيرد وكونر وصل للمستشفى وبيعرفوا اللي حصل وبيتخانق ديفن مع بيرد لان هي السبب في اللي بيحصلهم والكاميرا بتاعتها هي فبتعايت بيرد وبتروح مكان تقعد فيه لوحدها فبيجي لها كونر عشان يقولها ان الزنب مش زنبها ولكنها بتقولوني دايما هي السبب حتى في موت والدها كانت السبب انها خليته ياخد طريق معين عشان يوديها الحفلة اللي كانت عايزة تروحها وحصلهم حدثة بسبب انهم خدوا الطريق ده وماتبوها بسببها وانه لو كان موجود دلوقتي معها اكيد كان هيدور على سبب للي بيحصل وبتقرر ان ما فيش وقت للعياد دلوقتي وبتقلب شنطة الكاميرا عشان تشوف كل اللي فيها وبتلاقي ورقة في الشنطة ان الكاميرا كان الدليل على جريمة قتل حصلت سنة 1974 فبيدوروا في ارشيف المدينة على اي خبر اللي جريمة قتل انتشرت في الجرايد سنة 1974 لحد ما بيوصلوا الخبر خطف وقت لتلت اطفال من مدرس تصوير وان اسم المدرس هو نفسه اول تلت حروف محفورين على الكاميرا وان الخاطف كان مريض لدرجة انه كان بيحب يصور الاطفال وهو بيعذبهم بالكاميرا بتاعته وبتقابل برد اصحابها عشان تحكي لهم على وصلت له وبتقولهم ان الشبح ده طردها في المحل لكن اول ما وصل للحرارة تأثر بيها وانه زي وزي الصور لان الحرارة بتشوش الصورة وما بتتحمطش اللي في الضلمة بس وده نفس اللي الشبح بيعمله وبيفقد ديفن اعصابه وبيقرر انه ياخد الكاميرا عشان يكسرها وبيحاول كونر انه يهديه عشان التصرف ده مش هيساعد لكن للأسف بيدوسوا هما الاثنين على زرارة تصوير بالغلط وبتطلع صور لديفن لوحده وساعتها بيبصوا في الصور وبيلاقوا ان الخيال سب صورتهم الجامعية واتنقل لصورة ديفن لوحده عشان يبقى الدور عليه وبيمسك ديفن الكاميرا تاني وبيهدده من اللي هيحاول يقرب منه ويصوره ويبقى الدور عليه هو وبيقرر انه يصور بيرد الاول عشان هي السبب في كل اللي بيحصل لكن كيسي بتمسك صورة ديفن وبتغرز قلم في الصورة عن ناحية ايه ديفن وبالتالي ديفن ايده بتتأثر في الحقيقة وبتوع منه الكاميرا وبيتعصب اكتر وبيحاول الشورت انه يهديه لكنه بيدربه بالغلط فبيقضي ليلى في السجن لوحده وبتحاول بيرد انها تشرح اللي بيحصل لهم للمأمور عشان يساعدهم ويخرج ديفن من السجن لكنه طبعا ما بيصدقهمش لان ما فيش حاجة اسمها شبح عايش جوا كاميرا وبيرفضوا ان يسمع اي اخبار عن قتل متسلسل بيئة اللي هو ميت وبيبلغوا منهم ينسوا الكلام اللي قالوا نهائي وما يقربوش من البيت اللي كان القاتل عايش فيه لكن اول ما بيطلعوا من المركز بيتحركوا على بيت القاتل عشان يقابلوا مراته اللي غيرت اسمها عشان تقدر تعيش في المدينة وبيروحوا على البيت وبتسمح لهم الست انهم يتكلموا معاها بعد ما بتشوف الكاميرا اللي معاهم بتقولوا من الكاميرا دي مش بتاعت جوزها انما بتاعت ريبيكا بنتها وفي نفس الوقت بيكون النور قطع في المركز وظهر الشبح عنده عشان يقتله وبيقدر ان يدخل لديفن الزنزانة وبيخلص عليها كمان وبتكون الست بتحكيلهم عن بنتها ريبيكا انها كانت بنت جميلة جدا وهدية ما بتحبش تخرج من بيتها لحد ما جابوا لها الكاميرا هدية ليها وتعليت جدا بيها وبقت تاخدها في كل مكان تروح فيه وبقت تواجه تنمر في مدرستها اكتر من الاول بسبب الكاميرا اللي كانت دايما معيها لحد ما فيهم اربع اطفال خدعوها وخلوها تخرج معاهم وشربوها لحد ما سكرت وصوروها بالكاميرا بتاعتها صور تشوه سمعتها وتاني يوم نشروها في المدرسة وكانوا السبب في انها انتحرت وقانت حياتها لحد ما الصور وصلت لولدها مدرس التصوير وخلوهم يتعذبوا وصورهم زي ما عملوا مع بنته وقتلهم لحد ما الشرطة هجمت عليه في معمل المدرسة وضربته بالنار فوقع في حوض التحميد ومعا الكاميرا وتكهرب لحد ما مات وهو مسك الكاميرا في ايده وبالرغم من محاوليته القتل للاربعة الا ان واحد فيه ما الحقش يقتله وبتديلهم صورة الطالب اللي ما ماتش وبياخدوا الصورة عشان يروحوا ارشي في المدرسة ويعرفوا مين الطالب اللي فاضل وبموتوا الشبح مش هيكمل قتل وبيكتشفوا ان الرابع هو المأمور اللي طلب منهم يبعدوا عن بيت القاتل وبيتفاجوا ان المأمور نفسه بيرقبهم ووقف وراهم ومعا كيس اللي كانت بتأمل لهم الطريق من برة وبيقول لهم انهم اقتحموا المدرسة وممكن يحبسهم فبياخد كنهر الكاميرا بسرعة عشان يصور المأمور وينهي جرام القتل اللي بتحصل لهم وبيقول لهم المأمور ان القصة كلها كذب وان ابو ريبيكا هو اللي كان مريض نفسي وبيصور ريبيكا صور فاضحة ومعارفوا حاولوا انهم ينقذوها ويقدموا الصور للشرطة لكن ساعت ابوها شافهم وقرر انه لازم يقتلهم قبل ما سروا يتفضح وقتل ثلاثة منهم وكان هو الرابع اللي الشرطة انقذته قبل ما يتقتل من ابو ريبيكا لكن ريبيكا ما قدرتش يتعيش بزنب انها سبب في موت صحابها وانتحرت ولو مش مسادقين كلامه يدوروا في الأرشيف عيلون تاريخ انتحار ريبيكا كان بعد موت الثلاث اطفال مش قابله وبعد ما بيخلص كلامه بيبدأ نور المدرسة يطفي بسبب ان الشبح قرب لان كونر كان صور المأمور خلاص بالكاميرا وبيجي الشبح يمسك الصورة وبيقطع نصين وبالتالي المأمور بيتقسم نصين قدامهم وبيموت وبيكمل الشبح مطاردة ليهم فبتهرب برد وكسي ناحية الحمام وبتشاغل الماء السخنة عشان البخار يمنع الشبح من لمسهم بينجحوا فعلا انهم يخلوا يسيبهم مؤقتا وبتخرج برد عشان تدور على كونر وبتقولوا ان جالها فكرة بس لازم يبقى معهم الكاميرا وبيروحوا ياخدوها من على الارض وبتخلي الشبح يطردها لحد ما اعمل تحميد المدرسة وبيمسكها الشبح عشان يقتلها لكنها بتصوروا وفجأة بتولع في الصورة وبتقدر انها تقتلوا لحد ما بيختفي من قدامها وبتروح برد عشان تطمن على كونر وكيس انهم كويسين وبعدها بترمي الكاميرا في المياه وبتتخلص منها للأبد ده كتبوا يوسف إبراهيم وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام